بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الكوفيد وعايزين نقول ان البرزنت ممكن نتكلم عليه كويس والفيوتشر برضو ممكن يبقى فيه عندنا ونتكلم عليه كويس عليش انا تأخرت كده دقيقتين تلاتة حاجة تيكنيكل بلال ابني سعيدني لحد اما زبطناها زي ما حركوا عارفين انا اسم محمد عبدالحكيم النادي والساس في كل الطب باصل العيني ورعاية الامراض الصدرية ومسؤول عن وحدة الدور السابع الف الفرنش هوستل اللي هي دلوقتي معمولة عزل وعايز ابتدي الكلام بقول ان العالم مقفول مقفول افلة مؤقتة ويا رب يكون هذه الافلة المؤقتة يعني تنتهي سريعا موضوع طول وبقى بايخ شوية لكن هنحاول نتناوله بصورة كده يعني ان شاء الله تكون اتراكتف شوية ونبقى الدنيا مشى كويس ونشوف هل الحل والخلاص في ان احنا نعمل الفاكسين ولا ان احنا نروح للهيردي اميونيتي وامرنا لله كله يعدي بعض وانتهت القصة على كده لكن هل هي هتنتهي بان الفيروس يبطل يعمل ميوتيشن ولا لأ وهل لي نهاية ولا ملوش نهاية ولا هنعتبره زي مستر اكس اللي هو بيقولك اكس لا ينتهي ابرى هذا الكلام هيتم الصوت كده واضح بنقول الكوفيد ناينتين ميديسن المرحلة التالتة لمواجهة الكورونا وزي ما بنقول ان الكورونا قبل وبعد الطب هيتغير ولا مش هيتغير انا اعتقد الطب ما فيه صوت برضو يا بلان فيه صوت طيب اوكي المرحلة التالتة لمواجهة الكورونا الكورونا لسه كتاب كبير ما تناولناش منه غير فصلين او تلاتة ويا رب يخلص على خير ونقدر نعدي المرحلة ديت بسلام وعايز اقول زي ما اتفقنا قبل كده ان كل اللي احنا بنعمله ممكن يتغير في لحظة وملخص الكوفيد ناينتين حتى الان وبعد كده بنقول ان الموضوع طول وده شكل الطلبة بتوع الدراسات العليا بعد خمستاشر عشرين سنة يا رب ان شاء الله من روحش لهذه الارقام المفزعة ايه الجديد اللي انت عايز تقولهولي اللي انا عايز اقولهولك هل احنا هنروح لعشرين واحد وعشرين بالفكسين وهل احنا هنعدي من اكتوبر ونروح لنوفمبر ونعدي على ديسمبر ونروح ليناير وبعدين فبراير ومارس هنفضل لابسين الكمامة وهنفضل معتمدين على المسحة وهتفضل الكورونا اطاردنا في كل مكان ولا هيبقى الوضع ايه بالزبط وهتفضل فيه ناس بتكسب دولارات وناس بتخسر اقتصاد وهيفضل العالم مفتوح ولا مقفول ده الكلام اللي احنا عايزين نجاوب عليه مع حضراتكم هل هيفضل المنظر بهذه الصورة المخيفة الكورونا مخوفة كل الناس ومقعاد الناس وقفلة البيوت ولا التطعيم هيقدر يحلل المشكلة والفاكسينيشن هينهي على القضية وهل لو التطعيم اللي هيحل المشكلة هيحله على مستوى الاغنية والفقرة ولا الاغنية بس وهل هو هيبقى بالتطعيم الامريكي ولا الانجليزي ولا الروسي ولا 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 كويس احنا بنقول اجين عشرين عشرين قضيناها بالكمامة عشرين واحد وعشرين بنقضيها بالايه بالفاكسين كويس ولما تفكر تعمل ضايت لنفسك الافطار هيكون شوفان وبيض والعاشا هيبقى زبادي وصمرت محشي كرومب طبعا الكلام دوت يعني هي مش تهريج انا كلنا للأسف وزننا زاد والسبب في كده ان الاكتيفت بتاعتنا قلت وقاعدين في البيت مورناش حاجة غير الاكل والشرب خصوصا في الوقت اللي الدنيا فيه ساعة ومش عارفين نعمل كنترول ولا ندف نفسنا زي الناس وفي نفس الوقت ما بنحرقش كويس الخوف والطمة الكبرى من الاميولوجيكال باسبور يعني ايه انه يقولك والله انت هتيجي تسافر اوروبا بقول امريكا تعالى بقديني شهادة التطعيم ودي في الحقيقة انا يعني عن نفسي بقول لحضراتكو دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني انا ابقى محتاجة طعم لكن غير كده انا مش هروح للتطعيم برجلية ويمكن دي وجهة نظر خاصة بي انا مش بكبر حد بيها لكن هنشرح مع بعض وهنتناقش وما فيش حاجة solid fact حتى الان واللي ما اتطعمش ليه وجهة نظره التي تحترم واللي اتطعم برضو ليه وجهة نظره التي تحترم لكن عايزين نقول ان هذه الكارثة هنخلص منها بان احنا نطعم القرى الارضية بالايه بالكوفيد 19 فاكسين وعايزين نقول بقى ايه ان احنا يعني بيقول له اللي اقول لي يا واد يا مزيكا نعمين انت بتفهم في المناعة اللي افهم في المناعة انا القطيع يبقى احنا هنا عايزين نصل الى ما يسمى مناعة القطيع او الهيرد ايميونيتي اللي هي بيها لما الكورونا يبقى موجود ما يقدرش يعدي اتنين لما يكون فيه مناعة كويسة يعدي واحد والتاني يلاقيه عنده مناعة واللي هو اتعادى ييجي يعدي الى الاتنين دول عندهم مناعة فيبقى الهيرد ايميونيتي ديفلوبد ايزر باي فاكسينيشن او باي انفكشن لكن باي انفكشن هتاخد مننا سنين واعمار لكن باي فاكسينيشن ممكن الدنيا تنتهي على طول كويس اتخرب بيت ناس وناس كتير بقى معاها فلوس وبعدين هنا امينة بتقول له يا سي السيد لو الفلوس جريت في ايدك هتتغير لا لا انت اللي هتتغير يا ايه يا امينة يبقى التطعيم ده هيكسب ناس كتير خصوصا انه هو هيتباع والناس ممكن تكسب منه كويس اوي تسري المناعة من زراعي يعني ايه بقى عايزين نقول ان انت هتجيب هنا الايه الفاكسين الفاكسين ده بيكونتين وتفر اللي هو جايبه المهم هو جايب الجينيتك كود اللي مسؤول عن تصنيع البروتين الشوكي وتفر انت شيلته على فيكتور والفيكتور ده انت صنعته ولا بتاع ادينوفيروس المهم هو حامل للشفرة الوراثية المسؤولة عن تكوين الايه السبايك بروتين بيتحقن في الليفت دلتوين وطبعا بيبقى محمي بليبت لير عشان تمكنه من دخول الخلية واخترق السايتوبلازم وبعد كده يروح يخاطب النيوكلس اذا كان موديرنا او فايزر او يبقى على مستوى السايتوبلازم ويروح يخاطب النواه ويطلع المسنجر RNA منها يبقى بيكمل بعد كده كما لو كان زي المسنجر RNA فيروس وهنحكي الكلام دوت وان كنا قلنا قبل كده لكن المهم انه اول ما بيخش الخلية بيخاطبها والله لو سمحتي اعمليلي البروتين الشوكي اللي هو السبايك بروتين اول ما الجسم يشوفه انت مين انا السبايك بروتين هكون وصادك الانتيباضيز والانتيباضيز دي تبقى هي المسؤولة عن الايه عن الكفاح وعن الممنعة ويتكون معايا خلايا المناعة اللي بنسميها الميموري سيل اللي بتؤاهل هذا الانسان الذي تم تطعيمه ان الفيروس لو دخل تاني لا يأخذ الصورة المرضية القاتلة وده يمكن اهم ما يفيد ويميز الايه التطعيم لكن نيجي تاني للجدوة للمعقد المنايا اللي هو بيضايقنا دايما بنقول ان الكلاسيك فاكسين عشان يتم انتاجه والكوفيد فاكسين تم انتاجه ازاي الكلاسيك فاكسين بيقولك في مرحلة اسمها مرحلة التحضير اللي هي بتتم على الفقران والارانب ودي بتاخد حوالي 30 شهر وفيز وان اللي بيتم على العشرات ودي بتاخد 30 شهر وفيستول اللي بيتم مع المئات ودي بتاخد تلاتين شهر وفي السري اللي بيتم مع الآلاف من المتطوعين ودي بتاخد تلاتين شهر والأبروفة اللي بياخد له هو كمان حوالي سنتين يبقى التوتل من عشرة لاثناشر سنة دي الطريقة اللي بيتم بها انتاج الفاكسين بصورة طبيعية طيب الكوفيد فاكسين راح للف دي ايه او منظمة الصحة والدواء الامريكية قال لها لو سمحت امنحيني الايه الاميرجنسي يوز اوثرايزيشن انا عايز استخدام طارق كويس فاقلت له طيب انا مش هديك فرصة تجرب ولا على فران ولا على كلاب ولا على ارانب يبقى البريكلينك الستجي تاخد زيرو وفيس وان ياخد ست شهور وفيس ست شهور وفيس سري مش هنديله حاجة اللي هو يعب على الآلاف زيرو منسز وبعد كده الابروفر والمانيفاكشور والفاكسينيشن التصنيع يعني ياخد ست شهور ستة وستة اتناشر وستة تمنتاشر يبقى سنة ونص واحنا الجايحة دي اساسا ما مرش عليها غير سنة سنة وشهر او سنة وشعورين ومن هنا تأتي كلمة عليها كويشن مارك كبير ليه كويشن مارك كبير لان هي عونة زي واحد بقولك بالزبط انا اخترعت طيارة حلوة وجميلة وهيلة وامنة وسريعة طب جربتها في المطر يقولك لا طب جربتها في البرق والرعد لا طب جربتها لما يكون الدنيا فيها ضباب لا طب جربتها ودرجة عالية جدا لا طب جربتها ودرجة الحلوة منخفضة جدا لا طب ما انت بتقول امان ازاي فهتلاقي الكلام كده ايه مش مظبوط لان الفترة الزمنية ديئة ولازم نعرف الفرق بين الاميرجنسيوز اوثريزيشن والابروفل ينبغي التفرقة بين الموافقة ومنح الاستخدام الطارق الموافقة على استخدام الفاكسين تختلف اختلاف كل وجزء على منح الاستخدام الطارق كويس والراجل دوت لا يزال صورته بنتذكرها جميعا ده خد التطعيم ده دكتور النسا وولادة استاذ في جامعة مونت سايناي من اكبر جامعات امريكا وامراته بتحكي انه هو كان بيتمتع بصحة جيدة وكان متصور في الفيس هو وبنته وامراته المهم خد التطعيم بتاع فايزر وبعد تقريبا من 18-12 يوم 2-1 مات مات من ايديو باسك ثرومبو سايتو بينك بيربورا والدنيا كانت مش كويسة وما كناش عارفين ايه اللي حصل وبيقولك البليتلتس او صفاحة دموية واقت للزيرو وجاله نزيف في المخ يعني بنقول مش بنخوف ولا حاجة لكن بنقول ان فعلا لسه الدنيا مش واضحة بهذه الكيفية الفاكسين بيشتغل ازاي باخده بعابله لايف اتنويتد باخده زي ما هو كده واضع افو واحقنه لكن ده مش موجود الحمد لله في الكوفيد لكن بناخد الفاكسين ونقتله التطعيم والفيروس نقتله وبعد كده نحقنه ده اسمه هول ايين اكتيفيتد او ااخده واقسمه واحق النص واسيب نصه او احمله على فيرال فيكتور زي الاسترازينيكا زي الفيرال تشامبانزي ادنوفيروس او اذا كان ريكمبنانت دي اني اي ريكمبنانت بكتيريا الفيكتور يبقى يتشالي اما بحاجة طبيعية يا حاجة غير طبيعية او اخد فيرس لايك سابستانس او اخد الدي اني او الار اني اي كمسنجر واحقنهم المهم في النهاية ان انا اخد الجينيتك كومبوننت اوف كوفيد فيرس واحقنه للجسم بصورة مباشرة او غير مباشرة محمولا او غير محمول على فيكتور يبقى هنا لازم نلفت النظر ان هنا مفيش حاجة اسمها عدوى بسبب الفكسين الفكسين لا يحدث عدوى الفكسين بينشط جهاز المناعة ويعرفه على السبايك بروتين يبقى ده الجينيتك كود فيكسين الار اني اي دوت بتاع الموديرنا وفايزر اهو ودوت الفيرال فيكتور ده قطع استرازينيكا اوكسفورد وجونسون اند جونسون بياخد نفس التكنولوجي اللي هو بيتشال على تشمبانزي ادنوفيروس وممكن ايه سابيونت فكسين اللي هي نوفا فكس وممكن ويكند او ان اكتف فكسين اللي هو الساينوفارم والساينوفاك اللي هو الفكسين الصيني طيب يبقى كل واحد بيعتمد في قصته على انه هو ياما هيدي رسالة تخلي السبايك بروتين يتصنع ياما انا بحقن ادي اني ايه الجينيتك كومبوننت وجوه الفكتور والفكتور هيخدها يوديها للخلية والخلية تخاطب ان يستصنع لها الماسنجر اري ان ايه واحنا حكينا الكلام ده بالتفصيل واللي عايز يرجع له يرجع له ما انت عايز تقول لي ايه عايز اقول برضو ايه اللي بيخلي الناس رايحة للساينوفاك ومتطمنين له شوية وبعيد شوية عن الفايزر بايونتيك لان زي ما اتفقنا قبل كده ان الاتنين دول شبه ايه الفتيس الماني والاوتوماتيك والاوتوماتيك ده اول ما نزل كانت الناس متخوفة منه وبعد كده بدأوا يتطمنون له وبدأ كل الناس ما تركبش الا الايه الا الاوتوماتيك لكن لا يزال الساينوفاك والساينوفارم هم الوحيدين اللي تم تجهزه ومتحضرهم بالطرق الطبيعية اللي هو اخد الفيروس وقتله ورحقنه للايه للجسم طيب اللقاح المصري لسه ما فيش اخبار عنه لكن غالبا احنا عشان كنا مشاركين في الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت على اللقاح الصيني فهو اول حاجة جات لنا وربنا ايه يكرم ونقدر نستفاد من التطعيم به في الوقت المناسب بعد الحصول على النتائج بتاع الثيرد ونبقى متطمنين له وهنا بيقول له احكي لي عن انجازاتك في عشرين عشرين قال له معاك وقال له رح قطعه ماشي الجدول ده برضو احنا عرضناه قبل كده اللي هو بيوريك الفرق بين الموديرنا والفايزر باونتيك والأكسفورد والسبوتنيك اللي هو الروسي عايز اقول ان كل التطعيمات ديت معادة جونسون اند جونسون كلهم بيتاخدوا جرعتين معادة جونسون اند جونسون كلهم بتحفظوا في درجة حرارة عادية معادة فايزر وباونتيك وموديرنا فايزر باونتيك وموديرنا لان دول بيتحفظوا في واحدة مينس سبعين والتانية مينس عشرين كويس يبقى دول بتحفظوا بصورة طبيعية ودول بيتحفظوا بصورة زيادة عن اللزوم عشان كده يقول لك هاي تيك لو تمب هاي تيك لو تمب كويس او هاي تكنولوجي لوتن بريتش عشان القر ان ايه الماسنجر بتاعنا ما يبصوا الكلام دا وإحنا حكينا الكلام دا بالتفصيل حل ده بيدي افكتف قدية تسعين في المية وده خمسة وتسعين في المية وده لسه مش عارفين عنه اجا هحكي لكم عليه دلوقت لان ده الوعيد اللي موجود عندنا في مصر هو والايه والتطايم الصيني والسبوتنيك اللي هو الروسي لسه موصل لناش ده بنيدي 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 92% كويس جونسون زي ما اتفقنا هو الوحيد اللي بيتاخد جرعة واحدة والإفكس بتاعته كويسة او بيدي مناع قبطو 90% ودي حاجة كويسة وبتقفز في درية حرارة عادية زيه زي الايه زي الاكسفورد بتاع استرازينيكا والباقيين كلهم بيتاخدوا ايه جرعتين وده بيتاخد بفيرال فيكتور ماشي جينيتيكا لموديفايت فيروس او الشامبانزي ادونو فيروس ودول الاتنين ميسنجر ار ايه كويس او والجينسون بياخد نفس التكنولوجي بتاع الاكسفورد استرازينيكا كويس جيت يبقى كده كله حلو والفاكسين تمام واللي يجيلك خده اللي يجيلك خده المقارنة هنا مش على مستوى الفاكسينات كأنواع لكن في بعض الحقائق الوحشة او المغلوطة اسمها فاكسين مث او فاكسين فاكت الفاكسين مث اللي هي المغلوطات عن الفاكسين يقول لك احنا تصرعنا واخدنا تهور الشباب وهو غير امن قال لك لا والله ده احنا عملنا طب ماشي يا عم بس عشان الفاكسين يبقى سيف لازم يكون مرة عليه سنة ونص فانا مش مقتنع اوي بالحتة دي تاني حاج بيلعب في الحمض النووي بتاعك لأ عمره ميلعب في الحمض النووي بتاعك برضو ماشي ما عنديش دليل على هذا لان انت اول مرة تعتمد هزي التكنولوج فانا ما عنديش ما يثبت هذا الكلام لكن هما بيقولوا كده اهو ده بقى كارثة عمر ما الفاكسين ممكن يعمل مرض اسمه كوفيد انت ياما حقانته مقتول فانت خدت البروتين بتاعه بس ياما حقانته كجينيتك كومبونت تصنع اللي سبايك بروتين فيه يبقى الفاكسين كانت كوز فيروس استرين او كانت كونتين افايروس استرين كوفيد ناينتين فاكسين كانت ميك ابيو سيك ويس كوفيد ناينتين كانت ميك يو سيك باخد بالك في بعض الناس يقولك انا بعد ما اتحقنت بالفاكسين جالي كوفيد عملت وليت في جراوند جي جي او لا انت كان حظك وقش انت خدت الفاكسين وكنت تقريبا في المرحلة اللي لسه الفايروس فيها لقيت العدو بالفايروس ولسه كان بيتكاثر وبالتالي بقى كو انسيدينتل الفاكسين مع العدو لكن هو يبقى اللي عنده حساسية من البيض ياخد الفاكسين لقى احنا متفقين على انه كل الناس اللي خدوه ماشتكوش جير من شوية حرارة وتكسير في الجسم وبعض الناس اللي هم في امريكا قالك فيه لكن مفيش اي من النوع العنيف كان فيه شوية بين وبوني اكس وماليز وفيفر وكله بقى وبالبنادول تصلح ممكن تعمل الومن انفرتايل قالك لأ الكلام دوت برضو مش مظبوط طيب بعض الناس بيقولوا الفاكسين ما يتاخدش في المرضى بتوع الاورام الكلام ده مش مظبوط في مرضى نقص المناع الكلام ده مش مظبوط في المرضى اللي زرعين الكلام ده مش مظبوط في الديابيتكس الانكنترول الكلام ده مش مظبوط يبقى كل دي اسمها حقائق مغلوطة او فاكسين مث والفاكسين فاكت ان احنا لازم ناخد ده دول الفئة المستهدفة اللي المفروض نديه تيجي بقى للفاكسين بتاعنا اللي هو استرازينيكا اللي هو موجود في مصر دلوقتي بنقول ان الفاكسين بتاع استرازينيكا صح وما هو واخد ايه هو واخد دي ايه محمولة على بياخده يدخله يصنع مسئولة عن تصنيع بتاع الفايروس يعني انت ما دخلتش فيروس خالص لا يبقى هنا الفايروس ذات نفسه ما قدرش يعمل لك كوفيد ناينتين ديزيز الفاكسين ما قدرش يعمل لك كوفيد ناينتين ديزيز اتول ماشي طيب اليميون سيستم انت لما بتديله الفايروس او بتديله الفاكسين عايز ايه عايز تعرفه ازاي سيف اه هيبقى سيف طيب ايه الدليل لما يمضي وقته اكتر يبقى ده كلام مهمة اوي مش عارفين لحد امتى هتقدر انت تبقى اميون والكليون والكليون والبيبر ديت يعني لسه صديق عزيز دي السبعة هالي قريب ماشي هايخو ده دي على ما بتدي يشتغل وهنا بيقول لك سورة اول مواطن مصري ياخد اللقاع الصيني وهنا بيقول لك ابسط يا عم كلها كام يوم وتاخد اللقاع وتخرج من المستشفى وتروح لأهلك قال له بس انا أهلي كل ام ايتين يا دكتور قال له ايوة ما انا عارف يعني معناه ان هو ايه هيحصلهم خد بالك بقى على سبيل المثال هنا هيبتدي يشرح لي ليه فايزر بتدي جرعتين تقول لي والله انا لو اددت جرعة يوم اللاربع مثلا ده دي وان فرست فاكسين دوز هيبتدي الجسم يكون انتي باديز ويبقى ايميون بعد ثلاثة اسابيع او ثمن او اربع اسابيع اللي هو 28 يوم السكند دوز هتعمل لي ايه هتعمل لي فل ايميونيتي سيفن ديز افتر سكند دوز يعني بعد سبعة ايام على اليوم الثمانية وعشرين بيت انت ايميون والليفل وانتي باضيس كويس وبالتالي لو هيحصل وتكاتش الانفكشن تاخده بصورة ميلد او ما تاخدوش من اصل يبقى هنا لو سمحت بقى الرقمين دول مهمين اول الفيرس دوز والسكند دوز الفيرس دوز بعدها باثناشر يوم هتستارتو تبيلد ايميونيتي والسكند دوز بعدها بسبعة ايام هتستارتو تبيلد فول بوستين دوز اوف ايميون رسبونس ده مثلا على مستوى فايزر طيب انا مش فايزر اللي عندي انا عندي بتاع أسترازينيك قالك أسترازينيك بيدي منسبة 70 وفايزر بايونتيك وموديرنا بيدوا اهو بايونتيك وموديرنا بيدوا افكاسي بنسبة 95 و94 كويس جدا وسبوتنيك بتاع روسيا 92 حلو وكرونا او السينوفاك الروسي الصيني بنسبة 50 وجونسون اندو جونسون 60% وكل ما المسافة تطول كل ما المناعة تبقى ايه اكتر كويس يبقى الواحد يبتدي يصل لمرحلة النطج هو قريب بيقول له هل سيد تعرف انت وصلت لمرحلة النقد قال له لما تلاقي نفسك بتتكلم كليل وتشتم ايه كتير ربنا يكفينا شر الشتايم لكن اللي انا عايز اقوله ان اقلهم في الافيكاسي هو كان الايه الاسترازينيكا 70% والصيني اللي هو 50% طيب اديني تفصيل اكتر الصيني بقى يا جماعة اللي هو موجود عندنا قالك اللي قال من 18 سنة ما ياخدهوش من 70 سنة ما ياخدهوش طيب اللي خدوه بقى من 18 وانت طالع قالك والله 60% من الناس دول ها عملهم بروتيكشن ما قالهمش في 60% اه و100% من اللي بقاهم مجالهمش السيفير كوفيد يعني هما بس ما قالهمش السيفير كوفيد هلو قوي يبا هو مش هيخليه يجيلك بنسبة 60% وبنسبة 100% لو جالك مش هياخد سيفير طيب اللي هما عندهم 70 سنة فما فوق هنا بيقولوا ايه لا انا عايز من التطعيم التاني اللي هو بتاع فايزر او ايه موديرنا ليه بقى لان استرازينيكا قالت يا جماعة احنا لما اشتغلنا هو ليه نفس الاميونيتي على مستوى السن الكبير لكن استرازينيكا ده التطرد الناس دي الكبيرة في السن هتاخد فايزر بايونتيك او موديرنا فاكسين انستيد اوف استرازينيكا يبقى انا هنا جوابت على تساؤلين تساؤل الاول من السن اللي بيتاخد فيه استرازينيكا فاكسين 18 فما فوق و70 فما اقل طب واللي فوق السبعين ياخد موديرنا او فايزر بايونتيك طيب هو بيحمي من المرض بيحمي بنسبة كام 60 في المية طب ولو جالك المرض ييجي بصورة ميلد ولا سيفير لا مايجيش بصورة سيفير على وجه الاطلاق بنسبة 100 في المية كويس او الناس بقى اللي شغالين طبعا انتم عارفين استرازينيكا ديت في انجلتر طيب عايز يقول ايه عايز يقول ان هم مركزين بيقولوا البروتكشن 76 في المية after the first dose وبتقعد قد ايه وبتقعد up to 12 اسبوع وبتزيد ل 82 في المية وانزا second dose is given after 12 weeks يبقى هنا الكلام بدأ يتغير لان اصر ازيه كتبتقول second dose بتتاخد بعد ايه بعد اربع اسابيع هنا قالك لا ده بعد 12 اسبوع هيدي الاميونيتي 82 في المية يبقى بالتالي احنا محتاجين ان احنا اللي خد بعد بعد 12 اسبوع ياخد يعني بعد اربع لخمس اسابيع هيبتدي يشتغلوا باخر حلاوة ولما يوصل ل 12 اسبوع تبقى الدنيا تمام التمام وزي الفل كويس جدا يبقى استرازينيكا ده حلو جدا وزي ما اتفقنا الفوايد بتاعته اما الايه اللي واقش اللي واقش هو اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت ان والله احنا متسرعين ومتهورين بس غصبا عن نين وزي ما اتفقنا المنظر بتاع الفرين فار بقول له انت هتطعم قال له انت مجنون هم لسه خلصوا التجارب على البني ادمين اريو جونج اريو جونج تو جيت فاكسينيتد يو ار كريزي ان حركت بقى ملمة بيها هو الات كوفيد تقول كده المنظر اللي انتو شايفينه ده قال لك اللي هيحكمنا في الفترة اللي جاية السارس كوفتو هيفضل زي ما هو ولا يحصل فيه والبييفيور بتاع المأندل زي ما انتو شايفين الصين اللي بيأكلوا كل ما اعطى ظهراه والسماء وماشى على الارض بيأكل البنجولان اللي هو باكل النمل وبيأكل الضفاضع وبيأكل التعبين والاخطبط والكلاب والعرس يعني ماشي منهم لله حكومات والقرارات بتاعتها هترسبوند ازاي للبنديميك ده والبروجريس بتاع الفكسين هيقدر ووفره للفقرة والاغنية ولا لأ والأمراض اللي بتتنقل من الحيوانات الى البنى قدمين طبعا ديت هتفرق معانا كتير يبا هنا زي ما انتوا شايفين كده مصيبة الصينيون يأكلون كل ما اعطى ظهره للسماء وماشى على الارض وديكوا شايفين المنظر ودي السعادة مرتسمة على وجههم خيبهم الله ابتكل دود وبتكل فران وبتكل صراصير وبتكل ضفاضع وبتكل تعبين وبتكل ابراس يعني استغفر الله العظيم طيب فاكسين خد بالك بقى يعني لو انت مغططش معظم البشر والفاكسين ده كمان ما يكونش اوانطة يعني ما يدينيش الـ لمدة مثلا اسبوعين ثلاثة ولا شهرين ثلاثة وعكية تقول لي ده خلص يعني هيقدر يمنع للمرض كانتشار والمرض كحدوث will not end the pandemic or زور to return to business as usual يابا دي تاني مصيبة انت مش هتقدر تند البندي ولا تخلي الناس تشتغل تاني في البيوت في الاماكن العمل وتمارس حياتها من البيوت الا اذا قدرت تدي ان غطيت معظم الكرة الارضية كتطعيم والتطعيم ده يدي مناعة ممتدة المفعول والمرض ما ينتشرش من شخص الاخر ولا يحدث من انسان الى اخر تقول لي طيب يبقى كده كلنا هنلزم البيت ونمارس الشغل بتاعنا من البيت صح ممكن وحتى لو عملت كده ونجحت unless high level of global vaccine mediation لو نجحت اتسكتاستروف يقول لك مصيبة كبرى لو بطلت تعمل social distancing وغسيل الادين ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي يبقى انت هتعمل ايه هتودي نفسك في كاتاستروف يبقى كاتاستروف يبقى لازم تتعود على ان انت هتتعود على العادات الصقية الجميلة دي لفترات طويلة والpreventive measures هتتعود عليها لفترات طويلة غسيل الادين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والشغل من البيت والكلام دوت لازم هنتمرن عليه طيب ايه كمان ها ويه تاني قالك الله هو اكبر يبقى هنا بقى كده ايه المساواة في الظلم عادل مفيش حد هايبقى آمن يعني ايه يعني شوف الناس اللي هم مثلا ايه اللي ساكنين في كومباونز وتلاقيه جايلك عنده كورونا هتغتله منين يقولك الشغالة ولا السواء يبقى انت لازم يا حبيبي اللي هيطاعم الوزير هيطاعم الغفير اللي هيطاعم الغني هيطاعم الفقير اللي هيطاعم السلطان هيطاعم مين الحارس وبتاع الام وهنا زي ما اتفاقنا انا من بادري يا جماعة اعمال اقوله الكورونا بيتطور وينتشر بسرعة اكبر موجة اكبر وينتشر بسرعة اكبر في الموجة التانية ويمكن الكلام ده واتخدته الجزيرة مني عضو اللجنة القومية لموجة كورونا اما دينادي يقول بمداخلة متلفزة ان الوضع الحالي يشير الى ان الفيروس في طريقه الاعلى قمة للموجة التانية والتي تشهد انتشارا اسرع واكبر من الاول كويس جد طيب هنبتدي بقى نعمل احتياطاتنا ودينا تبقى تمام هاتفاكسين اهو كمان فاكسين اهو انزل لي بالسلالة الجديد فبالسلالة الجديدة اللي هتنزل بها دي الفاكسين فيها هيبقى شغال ولا الفاكسين هيفقد القدرة على انه هو يشتغل يبقى سارس كوف كوت كونتينيو تو ميوتايت ان ويز زاد بوس اكسليريت فيروس سرانسيميشن هيتنقل اسرع ويريديوس الفاكسين افكتفنس وهنا الطامة الكبرى اللي هتخلي كل مجهودنا يضيع هباء منثورة اذا حصل من النوع العنيف طبعا انا مش عايز اخوفكم ولا رعبكم لكن ده وارد اه وارد وهنا بيقول له حاول تطور من نفسك ايه بيكون فيروس عمره سنة طور من نفسه وانت ايه وانت لا كويس او خد بالك بقى السلالة الجديدة دي وهم لا ده مش وهم يا باش عشان كده عمل بيقول لك الميتش عن قصل هنا والميتش عن قصل هنا والميتش عن قصل هنا فعمل لسلالة جديدة السلالة الجديدة دي اسمها سلالة سريعة الانتشار ربيتك يعني ممكن يعيش فترة اطول وينتشر بصورة اسرع بس اقل في احداث الاصابة المرضية تقول لي بس بقى ياخد قطاع اكبر من البشر فتبقى الوفيات اعلى وده فعلا اللي موجود في الوقت الراهن وانا بيوريك قد ايه الاخبار لما بتصل شوف يا جماعة المنظر ده في انجلترا بمجرد ما قاله احنا هنعمل اغلاق على انجلترا ولا حد يخش لها ولا حد يروح لها لان زهر عندها السلالة الجديدة شوف بص مجرد ما قفل حدود الدنيا بيتعملها ازاي وزحمة وبلا ازرق ومصيبة سودة طيب والبرازيل البرازيل قال لك برضو نفس الكلام يعني هنا بقى الري انفكشن وارد والكلام ده انا كنت متكلم عليه قبل كده كلمت عليه بطريقتين قلت اول حاجة ان العداد بتاعتنا مش مظبوطة وخدتها المجلة دي اسمها ايجيبت اندبندنت وقالت لك ايجيبت اكشوال كوفيد نينتين انفكشن فيجرز ورح اقل لك ايه مين اللي قال هزا الكلام قال لك النادي في البرنامج بتاع الكلمة الاخيرة كنت طالع فيه معا الاعلامية لميس الحديد يعني ايه مش هيعمل لك امراض اعلى زي ما كان الاولاني بيعملها هياخد قطاع اكبر والنيوسترين اف كورونا فيروس كوزنجورل دوائد بانيك از لايك لبريزنتين ايجيبت ان هي هم عاملين يقولوا موجودة برا وهي سريعة الانتشار ما احنا اللي عندنا واخدها فاميلي سايز فيش حد بيجيلك لوحده ده بيجيلك هو وابوه وابنه وبنته امرأة اخوه واخوها اللي كان بيزورهم فبالتالي يبقى غالبا السلالة الجديدة دي احنا بس عشان ما عملناش عليها جينيتك استادي فاحنا مش متكتمين الامر يعني كمان فاكسين هزتنسي التلقق في اخذ الفاكسين زي ما انتوا شايفين كده والمس انفورميشن المعلومات المضللة والديس انفورميشن المعلومات الخاطئة كود كومبرومايز زا جلوبال كوفيد ناينتين ريسبونس وهنا بيقول له ايه انت ازاي كده رايق ومبسوط على طول قال له انا علشان اي حد بيجدني بقول له عندك حق وراح دماغي قال له بس ده كده غلط قال له عندك حق هو براح دماغه على طول وهنا برضو القصة بتاعت الفارة هو هتاخد الفاكسين قال له هم انتوا من البشر لما ناخدوا احنا كافران كان زمان بيتجربوا عليهم ودلوقتي همام يجربوا ايه عليهم طيب يبقى هنا الالد مث انتوا لسه خايفين من الكورونا لا دلوقتي احنا خايفين من اللقاح صح الدكتور اللي مش عايز اخد الحق نشلهم منه برضو ما هو ما بقاش فيه عدو يعني كده كده 19 جنيه اللي محيارينهم دول هيتشالوا هيتشالوا سواء اللي الطاعم سواء اللي ايه اللي ما الطاعمش وهنا بيقول له تعالى يا دكتور خذ اللقاع اللي انا جابه لك مخصوص وهنا بيقول لك لما كانوا بيستخسروا فينا الاطباء يعملولهم مساحات كورونا ولما بنعين وبنعين الاجهزات عنهم واول ما اللقاع الصيني يوصل يقول لك هنديل الدكاترة اول ناس هو مجاني يبقى المنظر طبعا بقى مريب وبقى فيه شك يعني برضو الحاجات دي كلها مأثرة على الناس واحنا من ضمنهم وهنا ده بيقول لك الشك الشك هييموتني حملة خدم على قد عقلهم كانوا بيستخسروا فينا المساحات ودلوقتي هيدونا اللقاح ومجانا صح هيوزعوا اللقاح مجانا دول ما كانوش بيوزعوا الكمامة مجانا كل الحاجات ديت طبعا والمنظر ده بيقول له انت اخدت قاني اللقاح واحد منه مرقبته طارت واللي يعني مش عارف بقى ايه واللي تحصل بقى زومبي واللي تقلب ارد يعني كل ديت طبعا حاجات بتوريك قد ايه الكميونيتي ممكن تأفكت لايه الناس وده شكل الدكتور هم عايزين يطعاموه واخد جنبه ومش راضي ايه يروح للتطعيم تعال بقى على الكلام المهم سارس كوف تو كان بروبابلي انا اسف معلش جرعة من الكآبة شوية يعني هو بيقول لك الكوفيد يا جماعة موجود في الكاتس والدوغز الكورونا فيروس موجودة في الكاتس والدوغز انت بتقول ان هم هيجيلهم هيجيلهم بدرجة بسيطة او درجة متوسطة لكن العنيفة والحرجة مش هيجيلهم طب ولا هيجيله ده ما هو اللي هيجيله ده ممكن يعدي غيره يبقى بالتالي يبقى احنا هنتعامل معاك اما لو كان موجود ويفضل موجود والقصة تتحول من الانديميك من البنديميك الى الانديميك ويبقى عمل زي الانفلوانزا بيأكل ويشرب معانا طيب ليه بقى؟ قالك الديوريشن وفي منوليشكال بروتيكشن غير معلوم وبالتالي احنا هنأسيوم ان الريسن ساينتيفك بروغريس ان كوفيد ناينتين دياغنوستيكس وفاكسينز وتريتمينت والانديزا بانديميك وينا بيقوله يبدو ان الامور خرجت عن السيطرة والبزابيس طلعت لنا كلنا واحنا عاديين في البيت وعملين ناكل ونشرب ومش عارفين نتحرك يبقى ان هزم الفوج الاول والثاني يا مولاي ارسله الفوج الثالث والارابع طيب صح مش عارفين هنتعامل كما لو كانت الدنيا مطولة والكمامة وغسيل الادين واللي احنا عارفينه دا وانت طبعا اول واحد من زمان اخترع الشغل من البيت وكان عامل يعني نوع من الايه الايزوليشن وطبعا انا بشكركم وبنفتح الباب للايه للاسئلة ونشوف كده هنمشي ازاي طبعا يعني هي الاسئلة قدامي كثيرة ومتنوعة وهشوف بقى كده ايه يعني واحدة واحدة ونشوف التساؤلات اللي هي موجودة عندنا هنفتح المجال اول حاجة فيه حد بيسأل الاسئلة جماعة اللي عايز يبعث يبعث على الفيس واحنا هنرد ان شاء الله على قل من مهلنا هو فيه واحد بس كان بيسألني الاول بيقول لي هو الفايروس ممكن او الفاكسين ممكن يعمل انفكشن ولا لا لا الفاكسين نيفر انه هو يعمل انفكشن الفاكسين نيفر انه هو يعمل انفكشن لان انت مش بتحقن الفايروس ذات نفسه انت بتحقن الكود بتاعه او السبايك بروتين كويس او فيه واحد بيسألني بيقول لي مرضى الامراض المزمنة والمتعاطين لمسبطات المناعة ماذا يفعلوا يعني انا هدي الفاكسين دوت للناس اللي هم مثلا اميونو سابريزد او عاملين ترانس بلانتيشن هقولك اه بياخدوه بس انت بتحاول تخفض شوية الدوز بتاعة الاميونو سابريشن عشان ما يقباش الحمل بتاع الاميون ريسبونس متوجه الا للايه للفايروس او الفاكسين اللي انت حقنته كويس كده يبقى بتوع الاميونو سابريشن هياخدوه اللي هو سيستيميك لوباس والروماتود أرسيرايتس والناس اللي بتاخد سل سبت والناس اللي عاملة ترانس بلانتيشن هتخلي بس بالتنصيق مع دكاترة الزرع او دكاترة الاميونووجي هتقول له انا محتاجت تخفض للدوز شوية ما يباش في اول شهر من الزرع ياخدوه الفاكسين ياخدوه بعد اول شهر او شهر ونص على اساس ان الانتنسيف فيز بتاع الاميونو سابريشن تكون عدت وبعد كده يقدر ياخد الفاكسين واحد تاني بيسأل طب عينين الاورام ياخدوه ولا ما ياخدوش عينين الاورام ياخدو ياخدو الفاكسين ودول هايلي كانديدت انه هما ياخدو الفاكسين تقول لي طب بس دول بياخدوه اقول لك والله انت هترجع لمين هترجع للدكتور بتاع الاورام تقوله لو سمحت لو الحالة ستيبل ممكن نريح الجرعة بتاعت الكيمو ثرابي او الريديو ثرابي وناخد الفاكسين بتاعنا وبعد كده نرجع لها لو الحالة كريتيكل طبعا هنبصت بون شوية لحدا ما الدنيا تبقى استابيلايزد كويس طيب زي ما اتفقنا يا جماعة احنا قبل كده اتكلمنا على الاكستراب بالموري مانيفستيشن بتاع الكوفيد وكان من ضمنها السريبر وفاسكا وكان وارد جدا ان هذا الكلام يتم وممكن لو انت عملت الامر اي وطلقها فري تبقى استروك ان افليوشن وبعد كده يبتدي العياني مانيفست بالفول بلوم بيكتشر بتاع الايه بتاع الاستروك هل جده جديد في العلاج البروتوكولي لا حتى الان لم يجد جديد لكن في بعض الادوية اللي احنا بندرس يعني لما تبقى موجودة هنقدر نديها زي البرسي تينيب اول ما يبتدي التوكيل بتاعه يقولنا من الشركة يعني اللي هي متعاقدة معاه هتقدر توفره لنا ممكن نبتدي نحطه في البروتوكول بمحاذير معينة في سؤال معايا بيقول هل اللي عنده اجسام مضادة ياخد التطعيم حاليا ولا ينتظر فترة علشان قسط الشك دي لا ينتظر فترة الاجسام المضادة يا جماعة بعد العدوى ممكن تستمر من 3 شهور ل 8 شهور وبالتالي احنا ممكن ندي فرصة لحد ما نبتدي نطمن 4-5 شهور وبالتالي بعد كده نقدر ناخد التطعيم طيب هل اللي جاله العدوى ياخد التطعيم ولا لأ اللي جاله العدوى ياخد التطعيم بس بشرط ان هو اثناء فترة العلاج ما يكونش حصل على منوكلونال انتيباضي او ما يكونش حصل على كونفاليسنت بلازمة دول لازم يستنوا على لقال 9 يوم طب لو ما كانش حصل على منوكلونال انتيباضي او كونفاليسنت بلازمة ممكن يطعم بعد 28 يوم يعني بعد 14 يوم من تاريخ الايه من تاريخ الاصابة او بعد 14 يوم من تاريخ التعافي او بعد 28 يوم من تاريخ الايه الاصابة كويس او اه يعني انا تقريبا يعني عندي اسئلة كتير بس مش كلها ظاهر عندي لان للأسف انا كنت قافل الموبايل كل اللي هطلوبه من حضراتكم ان لو في حد عنده اي تساؤل يبعته لي على اللينك بتاع الفيس وان شاء الله باذن الله هرد عليه او بطريقة مكتوبة واتمنى ان يكون الوقت اللي احنا قضيناه الساعة لربع دول كان فيهم اجابة لمعظم الاسئلة اللي موجودة طبعا انا في عندي اسئلة نوت ريليتت شوية بعض الناس بيتكلموا على العلاج بالاكسوجين سريعا كده يا جماعة يعني هو الاكسوجين احنا بنستخدمه يفضل يكون في المستشفى الحالة اللي هي تبقى محتاجة اوكسش ان يفضل تكون موجودة في المستشفى لكن لو انت هتدي في البيت تاخد بالك ان انت الهوى بتاع الغرفة بيدي وقته 20% لو انت حطت العين على واحد لتر نيزل برونج او ماسك ده بيديله 24% ولو زودته ل 2 لتر بيدي 28% 3 لتر بيدي 32% 4 لتر بيدي 36% 5 لتر بيدي 40% 6 لتر بيدي 44% واكتر من كده ما بيعديش بيدي الاكسوجين اما بالنيزل ماسك او البرونج او الريبريزين عشان يحسن اكتر لو ما تصلحش يتسبتر انه هو يكون في المستشفى ان شاء الله بوعدكو ان كل الاسئلة اللي هتتبقيتلي على اللينك ان شاء الله هجاوب عليها وفي النهاية بتمنى للجميع الصحة والسلامة وان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء ويرحم من مات من الزملاء ومن المرضى ومن طاقم التمريد ومن العمال والمحاسبين اللي اشتغلوا في مستشفيات العزل وان ربنا سبحانه وتعالى يتم شفاء من نزل بهم هذا المرض وان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا هذا العمل خالصا لواجهه الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته